الاهل لم ينجح بيرامدز في الحصول على انهاء علاقته او بيعه او موافقة هيدرس فيلد على انتقاله الى نادي بيرامدز وكأنه كان من المطلوب دائما ان يعبر او يعلن رمضان صبحي انتقاله الى بيرامدز قبل ان يخطل دي اي خطوة مع هيدرس فيلد لحصول على خدماته ولعكنانا على النادي الاهلي يوم افتتاح الستان لكن النهاردة كنت مدردش مع حد من المقربين من رمضان صبحي مش بقول بقى انا متواصل معاه وعارف الكبيرة والصغيرة وكلام من ده لا انا مش متواصل معاه لكن حد من المقربين منه فبقول له يعني هو اي حالته عامل ايه الدنيا ايه فقال لي واحد رمضان صبحي عنده عقدة زنب كبيرة دلوقتي يشعر بها تجاه عائلة الكابتن اكرام فقالت له ازاي يعني ايه يعني ايه الزنب قال لي واحد انه كان من المتوقع ان كابتن شريف اكرامي بعد الاعتزال يبقى له عضوية يبقى يترش على عضو مجلس الادارة ومدير كورة ويترقى اداريا في النادي الاهلي قال لي هذا الامر بات منتهيا ويشعر به رمضان صبحي ودمزع عليه بشدة قالت له ليه الايام في يعني بكرة في علم الغيب قال لي لا 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 النادي الاهلي وجماهيره ما بينسوش وافتكر التوقم حسام حسن رغم انه هم كذا مرة يقولوا احنا بنحب النادي الاهلي وفكرني بالحلقة الشهيرة لالاعلامية الكبيرة هالة سرحان وكان معاها كابتن اكرامي واظن كان وقتها مدير كورة كان موجود وقتها الله يرحمه كابتن ثابت البطل لما كانوا بتكلموا عن رحيل الكابتن حسام وبرهيم حسن الى الزمالك قال لي افتكر دلوقتي الشاب منزلينها على السوشيا قلت له ايه اللي حصل فيها قال لي كان موجود فيها حسام حسن على التليفون كان كابتن حلم طولان وعمينا جورجي سعد ربنا يحفظ الدكتورة عبدالله اللي كان عضوه في مجلس ادارة ونجح وكل حاجة لكن قال له خليك برة وكابتن حسام حسن قال لهم انا بحب النادي الاهلي وكنت اتمنى كمل حاتي في النادي الاهلي والنادي الاهلي اللي مشاني وانا رحت للزمالك مضطرا قال لي شوف بقى ده وكابتن اكرامي كان وقتها بيدفع عن وجهة نظر النادي الاهلي في الاستغناء عن التوقع حسن فقال لي فبالتالي اعضاء وجماهير النادي الاهلي لا تنسى مثل هذه المواقف لا تنسى مثل هذه المواقف باي حال من الاحوال وانهما صعب جدا انهما ينسوا لشريف اكرامي ردوده وعبارته ان انا في كل الاحوال من المنطلق عائلي بدعم اخي الاصغر رمضان صبح قال لي ان جمهور الاهلي ما بنساش ده ورمضان صبح بقى فاهم ده قال لي الحاجة التانية اللي مزعلة يا رمضان صبح ومخليها في حالة حزن وعدم فرحة بالموضوع هو انه تم التعرض لوالد او لوالد زوجته كابتن اكرام الشحات اللي هو محدش قدر يقرب منه على مدار خمسين سنة اضاء في النادي الاهلي ناشئا ولاعبا ومدربا لحراس المرمى ومسؤولا اداريا ومشرفا الان على حراس المرمى قال لي جاب لهم الكلام بمعنى اصح والسبب هي مكاسب مالية كانوا يمكن تحقيق قال الامر التالت اللي مخلي رمضان صبح في حالة حزن شديد هو انه ادرك ان حب الجماهير يفوق حب الملايين وانه خضع لاغراءات خيالية خلال فترة زمنية قلب التوازن وقلب التفكير بحكم تكوينه بحكم سنه الصغية بحكم حلمه وشبقه انه يبقى عنده ملايين وفلوس وانه الكرة هي مصدر داخله لكنه ندمة بعد ذلك وادرك انه بحساباته كان ممكن الفلوس يتيجي واكتر منها بس مع الوقت والزمن وعلى المدى البعيد وادرك انه هو من الخسائر التي خسرها وهي خسارة كبيرة هي خسارة الجماهية بعدما كان يذهب الى اي مكان الناس تتهافت عليه لالتقاط الصور قالك دلوقتي هو بيحس ان اللي بيروح تصور مع ازم الكاوي مش اهلاوي مش اهلاوي الناس يعني ايه مش مقبلة عليه زي الاول وده احساسه هو الشخصي والطبيعي وليس احساس اي طرف اه يعني احساسه الطبيعي لا يعني ما بقاش زي الاول ما بقاش زي الاول فاللهما صلى على سيدنا النبي ابتعاد الجمهور قال ان برضو صديقه حزم الحديدي خبر الاعلانات في هذا المجال قال له انك انت كنت رقم واحد لكن بعدها مش اتمنى مش عمرك بتبقى رقم واحد لازم مش هتبقى رقم واحد ولما ييجي اعلان لازم اعلان في وسط مجموعة ما ينفعش اعلان بشكل فرد ولا تبقى انت نجمل اعلان الاول لازم بقى فيه حد تاني وانت جنبيه ما يبقاش خاص بالنادي الاهلي ما يبقاش خاص برعاة للنادي الاهلي واللي هياخدك في النصة هيبقى الان لك ممكن يبقى الاعلان موجود في شكل بقى منتخب حكاية رواية ده الكلام اللي بتقال فالخسائر حزن رمضان صبح الان الاكبر ان الجمهور بات على علمه وعلى يقين انه كان يهدف الى العكننة على جماهير النادي الاهلي وعلى ادارة النادي الاهلي والاهم بالنسبة لنا الجماهير يوم افتتاح الاستاذ يعني هو استخدم بشكل او باخر للعكننة على جمهور النادي الاهلي يوم افتتاح الاستاذ يوم افتتاح الاستاذ طلع بالخبطة بتاعته في نفس الوقت حس ان الامور اتلمت في النادي الاهلي النادي الاهلي الدوري بتاعه خلاص الفكرة في بطولة افريقيا اخسر لعيب مهم وفقا لكلام المسؤولين في النادي لكن في الاخر كسبنا فريق يقدر ان هو يكمل يقدر ان هو يكمل في افريقيا ويقدر ان هو يكمل في المواصم القادمة مع الدعم اللي شغال عليه دلوقتي امير توفيق في تشاور مع كابتن محمود الخطيب وفايلر وكابتن محسن صالح ومن ضمن الخسائر اللي هو حس ان هو يعني هتعمله قلق في الفترة القادمة هي ان هو في المنتخب صعب ان هو يبقى رجل اول الاهلي بدي دعم وبور لللاعب في المنتخبات المدير الفني يعمل له حساب الجهاز الادار يعمل له حساب تحضر الكرة يعمل له حساب الدنيا كلها تعمل له مليون حساب فهو حس ان هو مش هيبقى ده في الفترة اللي جاية لكن الشعور الكبير بالزنب عند رمضان صبحي هو انه ادر ادر بالكابتن اكرامي وبحب جمهوري النادي الاهلي ده موضوع لا يقدر بمال وادر بمستقبل شريف اكرامي حتى لو هما مأيدونه في القرار حتى لو الحزبة حزبة حيني النهاردة وموتنا بكرة حتى لو الحزبة حزبة مادية وده رقم كبير يا ابني ما حدش يقدر يقولك عليه ما حدش يقدر يدولك في النادي الاهلي لكن الحزبة لا الادرار بهم ده موضوع اصابه بالحزن الشديد جدا 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 ويعني واصابه بالتوتر الرهيب على يعني ما اخترفت يداه الامر الاخر اللي محسس رمضان صبحي بكراهية جمهور الاهلي هو ان الصفقة لم تتم حتى الاهل وده بيعمق لدى الجمهور ان رمضان صبحي تم استخدامه تم استخدامه للعكنانة على الجماهين ان الصفقة ما تمتش خلال 24 ساعة داخل خلاص اسبوع والصفقة ما تمتش فهو هنا عمق عند الجمهور استخدامه انه استخدم للعكنانة على مين على المسئولين للعكنانة على مين على الجماهير يوم ايه يوم فرح كبير استاد الاهلي وي السلام فهو هنا الشعور ده جواه انه مدرك ان الجمهور انه هو استخدم ده مخلص عليه بداية النصفقة ما خلصتش حد النهاردة اه خلص بقى بدري وقابض الفلوس بدري وعمل بدري ده موضوعه لكن استخدم في توقيت حساس كان يمكنه تأخير اعلانه انتقاله البرامدز او مفاوضات بيرامدز ليو نهاردة بقولك انا مستنى عروض اوروبية ولو جات لعروض اوروبية هيمشوا وكلام مني خدوها مني هيلعب في بيرامدز مش هيلاقي الفلوس دي برا مش هيلاقي الفلوس دي برا طالما انا حطيت عيني على الفلوس يبقى مش هيلاقي الفلوس برا لو انا حطيت عيني على الطموح واللعبة في اندية كبيرة والانتقال من بازل لتشيلس لروما الفيرونتينا لليفربول ده موضوع وثقافة وطموح واصرار وتوفيق من رب العالمين ده بالنسبة لكبت محمد صلاة بالنسبة لرمضان هو عينه على الفلوس بس فبالتالي الطموح القرأ ومش موجود الطموح القرأ ومش موجود بداية حتى نهو لما راح ستوك سيتي وراح إدريس فيل ما قدرش ينمي او ينضج بسرعة ويبقى عامل شغله كويس بحيث يلمع اكتر في الدورة الانجليز لا تنو كما هو محلك سر ولدرجة لحد ما الاهلي انقذوا وجابوا الى الناد الاهلي عشان ايه زي ما قال رمضان العودة للمنتخب وما نضمش للمنتخب الاول لان ما كانش مستوى جايب كنت انا بقول السنة اللي فات قبل ما يروح اي حد هو لابس الفانيلا الحمرة انه غير مفيد للفريق وانه بتعامل كأنه صاحب الكورة في بداية هذا الموس لما جري نيفايلر غير الدنيا غير الدنيا وحس المستوى وخلاه ايجابي على المرمى وخلاه خطير وخلاه بيدوس وخلاه بيلعب بشكل جماعي فكان تأثيره رائع وايجابيته على المرمى رائعة وتخلص من بعض السلبيات في اداءه لعب بطولة افريقيا للمنتخبات الليلومبية وبعدين اصيب وبعدين قال لي ما شافوش فلعب مع الاهل هذا المسم تسعة مباريات ستة دوري وثلاثة كاس وثلاثة افريقيا عاد هذا لما يستفيد النادي الاهل منه والسنة اللي فات كان موجوده الاهل بيخسر خمسة من سن داونس مهمش حاجة يعني ما احدث الفارق في النادي الاهل لكن اللي بنتكلم فيه ان اصرار حسنه الشديدة الاضرار بأسرة الكابتن اكرامي الشحاء والاساءة لهذه الأسرة اللي منها كابتن اكرامي واحد من اعظم حراس المرمى في افريق كان بتقال عليه وحش افريق هنا النهاردة بقى فيه غصة في حلق الجماهير تجاه كابتن اكرامي سواء اتفقت أو اختلفت وهو اضر بيهم يعني النهاردة شريف ما يقدرش ييجي بعد ما يعتزل يقوله تراش مش يلاقي التأييد ولا الدعم يبقى حتى لو بقى في قيمة فيها حسام غالي ومحمد فضلو ونجون كورة كبار ما يلاقيش الدعم ليه؟ لان الجمهور والأعضاء ما بينسوش مثل هذه اللحظات المؤسلة في تاريخ كورة القدم لا ينسى رحيل التوأم الى الزمالك رغم ان هم في رأينا تظلموا ولا ينسى عبدالله السعيد رغم ان في رأينا الاهلي مارس ضغوط نفسية عليه عنيفة بعد ما رجع له يعني انت قلت له مش عاوزك ما ضل الزمالك يستخدم حقا؟ رجع لك تاني ما انت قلت له عرض للبيع ماشي فبالتالي وده الموقف اللي هيبقى صعب جدا يتنسى بتكلم مع احد المسؤولين في النادي الاهلي بقول له هل يمكن لإدارة النادي الاهلي التفاوض بعد نهاية على رمضان صبح لعودته في اي مرحلة قال لي بص ما يتخذ من اي إدارة تجاه اي لاعب ليس قرار إداري فقط ولكنه قرار جماهيري فلا تملك اي ادارة قادمة حتى لو ما فاشي كابتل الخطيب وما ما فاشي ولا واحد من المجلس ادارة الحال لا تملك اي ادارة قادمة انها تعمل حاجة على غير المزاج العام لجماهير النادي الاهلي خلاص دبعنا مش عاوزين وضرب لمسال بالحضري قال للحضري كان الاهلي محتاجه بعد السنة واثنين ولعب بعد ما ساب الاهلي عشر سنين لكن اتناشر سنة كمان ساب 2008 تانه لحد المسلم اللي فات بيلعب ولعب كاس عالم وارقام قياسية عالمية لكن الاهل خلاص بقلال خالق قرار بيبقى صعب جدا 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 فده أسرار حالة حزن الكابتن رمضان صبحي من لرحيله عن النادي الاهلي والإضرار بأسرة الكابتن إكرامي الكبير